ترى فيها النجاة وأخرى تجرف قاربك إلى النهاية موجة تشوش عليك الهدف وأخرى تشق بها الليلة إلى النهار موجة تدفعك إلى الأمام وأخرى تسقط البوصلة من بين يديك موجة تحيي أمة وأخرى تفني شعوبا نراقب كل الموجات نستمع إلى تردد هنا ونرصد صداه هناك نعي أن الموجة تصنع مسارات التاريخ وأن الجميع يحتاج إلى موجة أخرى السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في تونس وخارجها اللهم صلي على سيدنا محمد الذي قال فيه بيرنار شو الإرلندي البريطاني الذي قال فيه لو جاء محمد لهذا الكون لحل مشاكل الإنسانية والعالم ريث ما تناول فنجان قهوة ولأخرج أوروبا من ظلماتها اللهم صلي على سيدنا محمد الذي يشتاق لرؤية أمته فكيف حال أمته اللهم صلي على سيدنا محمد الذي بكى عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بكى على هؤلاء الشهيدة اللهم صلي على سيدنا محمد محمد من مكة المدينة في تلك الأرض خلف من بعد خلف فيهم محمد بن سلمان محمد آخر وقع صفقتين إثنتين فمن بلاد الحرمين صارت بلاد الصفقتين صفقة أولى خمسمائة وثمانين مليار دولار مع ترومب ومنها شيك هدية إلى بمئة مليون دولار لإيفانكا لجمالها ولحسنها ولحبها لديننا ولمساعدتها أخواننا في فلسطين ثم صفقة أخرى مع رونالدو بخمسمائة مليون دولار والله لو جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجرفت السيول للكعب المشرفة ثم قالوا له يا رسول الله إن نريد إعادة بنائها والله ما دفع فيها عشر ما دفع لكريستيانو رونالدو والله ما دفع فيها ما دفع فيها واحد على مئة جزء مما دفع لرونالدو دفعة واحدة خلاف القصور والمسابح والخدم والحسب لقال محمد صلى الله عليه وسلم ادفعوا أموال رونالدو للجياء في اليمن ففيها أناس لا يجدون ما يأكلون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لو قيل لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن جياع اليمن يا رسول الله أكلوا وشبعوا لقال أنظروا إلى سوريا لو قيل له إن كل المؤمنين والمسلمين أكلوا وشبعوا لقال لا تعطوا لرونالدو وإنما اشتروا بها القمح وذروه على رؤوس الجبال يأكلوا منها الطير اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولى والآخرة مرحبا أهلا بكم إلى هذه الموجة وموجات أخرى اشتركوا في القناة